ساعة خليجية إيمان الحمول أعزائي المستمعين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج السياسية منها والاجتماعية مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته مرة أخرى أهلا بكم حديث الساعة منتكر للدولية في بغداد 87.7 FM في حديث الساعة لهذا الأسبوع نستضيف مفكرا ومؤرخا عراقيا صدر له أكثر من 30 كتابا ومؤلفا في التاريخ والأدب والسياسة والفكر كان شاهدا على هذا العصر منذ بداية تحولاته غدر العراق أواخر سبعينات القرن الماضي فور تسلم الرئيس السابق صدام حسين السلطة ولكنه لم يعود إليه بعد سقوط هذا النظام فالوضع لا يبدو أفضل والأمور تسير نحو الأسوأ بحسب رأيه ليس في العراق فحسب بل في المنطقة برمتها نرحب بالكاتب والمفكر العراقي الدكتور فاضل الربيعي أهلا وسهلا بك على أثير منتكال الدولية وفي برنامج ساعة خليجية مرحبا بك يا إيمان أهلا وسهلا تحدثنا قبل البرنامج قليلا وأخبرتني بأن عملية تحرير الأنبار التي تقودها الحكومة العراقية حاليا ربما تكون أكبر غلطة مرتكبة لماذا؟ لماذا تعتبرها غلطة؟ يعني من المؤسف والمؤلم في آن واحد أن المرء مضطر إلى رسم صورة قاتمة عن الوضع في العراق وفي المنطقة الوضع في العراق ليس معزولا بذاته ولذاته بل هو جزء من خريطة يعاد تفكيكها وتركيبها على مستوى المنطقة والعالم وبالتالي ما يجري في العراق يمس في الصميم سلسلة من التداعيات والتحولات التي تجري في الإقليم ولذلك أنا أنظر إلى مسألة الأنبار من زاوية مختلفة عندما سقطت الأنبار فجأة في قبضة تنظيم الدولة الإسلامية بين قوسين أو ما يعرف في داعش وبالطريقة الدراماتيكية المفاجئة وغير المفهومة قلت في أكثر من مناسبة وكتبت هذا الكلام أن لغز سقوط الأنبار يكمن في لغز آخر سيأتي تاليا هو تحرير الأنبار أيضا سيصبح لغز بمعنى آخر أن الذي انسحب من الأنبار بهذه السهولة وأسقطها أو ساهم أو ساعد أو هيئة أو رتب لسقوط الأنبار بهذه الطريقة يبدو أنه ضمن برنامج دولي وإقليمي يقوم على فكرة إسقاط الأنبار ثم إخراج داعش منها بشيء ما من السهولة تمهيدا لإعلان الأنبار كإقليم سني ولذلك أنا أعتقد اليوم هل يحتاجون لحبكة من هذا النوع من أجل التمهيد لإقامة أقليم سني؟ نعم لأن الأمريكان منذ اليوم الأول يعني للإحتلال كانوا يطرحون شعار إعادة تفكيك وتركيب الكيان العراقي لأقاليم وكانوا يعتمدون مبدأ يعني إما أن العراقيين سيذهبون طوع أمرهم وبأيديهم إلى تفكيك بلدهم أو أن ذلك سيتم بالقوة يعني إما بوسائل ناعمة أو بوسائل خشنة ويبدو أن العراقيين امتنعوا حتى الآن عن انخراط في المشروع الأمريكي لتفكيك العراق بطريقة سهلة ولذلك الأمريكيون دفعوا الأمور باتجاه التفكيك الخشن أو القاسي يعني عملية جراحية يعني بمعنى آخر أن العراقيين لم يقبلوا بمبدأ الفيدراليات بسهولة حتى وإن وضعوا هذا الأمر في الدستور أو تحدثوا عنه في أدبيات الأحزاب السياسية ولكنهم من ناحية الفعلية لم يسمحوا للكيان العراقي أن يتفكك ويتفتت إلى الفيدراليات الآن الأمريكان ينتقلوا من التفكيك النعمي للتفكيك الخشن وهو إرغام العراقيين على أن يفككوا بلدهم بأنفسهم وحتى يتحقق ذلك رتبوا لمؤامرة إسقاط الأنبار التي لا أحد يعرف كيف سقطت بهذه السهولة ومن هو الشخص المسؤول ولماذا لم يحاسب ولماذا لم تشكى اللجان التحقيق ليعرف العراقيين كيف سقطت الأنبار من أسقطها وهو طبعا كما تعلمين شبيه بالسقوط الدراماتيكي للموصل التي لا يعرف أحد كيف سقطت بهذه الطريقة السهلة 50 ألف جندي 2100 دبابة آلاف المعدات أطنان من العتاد يعني ما يكفي يمكن لحرب لعشر سنوات يمكن ليكفي أي جيش يعني أو على رأي الرئيس بوتين في قمة بوترسبورغ العام الماضي عندما قال عندما سقطت الموسر أصبحت داعش أقوى من الجيش العراقي وهذا شيء مؤلم لذلك الآن أنا في رأيي أن تحرير الأنبار سيتولد عنه ما يري إذا ما استكملت عملية تحرير الأنبار سوف تتصاعد وهي بدأت في الحقيقة تتصاعد الدعوات لإقامة إقليم سني ويبدو أن هذه الدعوات ستلتقي مع دعوات إقليمية ودولية يعني الأميركان أعلنه صراحة يعني جون بايدين بتركيا قال صراحة نحن نثني على الدور التركي في دعم الجماعات السنية في العراق وهذه وقاحة يعني بالحقيقة أن يصبح الرئيس الأميركي أو نائب الرئيس الأميركي من دعاة يعني مساندة هذه الجماعة العرقية أو هذه الجماعة الطائفية أو تلك ثانيا إذا ما استكمل تحرير الأنبار سوف تتصاعد ليست دعوات إلى إقليم سني بل ستدخل المملكة العربية السعودية وتركية لتفرض حل الإقليم السني بالقوة وفي هذه الحالة إذا ما فرض الإقليم السني بالقوة محليا وإقليميا ودوليا العراقيون والإيرانيون بتقديري رأيي هذا التحليل مجرد تحليل وتوقع سوف ترد إيران بخطوة إعلان البصرة إقليما شيعيا حدوده الإحساء والقطيف بمعنى أن التوغل سيتم في الأراضي السعودية وتسقط يعني هذه التوغلات ستسقط الجزء الأساسي من المناطق الشرقية السعودية وتحق بالإقليم الشيعي بهذه الطريقة نحن نسقط كل أدبيات القانون الدولي يعني كيف من الممكن لإيران مثلا أو حتى للسعودية أو تركيا أن يتصرفوا بهذه الطريقة في بلد له سيادة كالعراق مثلا يعني للأسف اللعبة الدولية التي تجري منذ عشر سنوات حتى اليوم تقوم على قاعدة تجاوز ما يسمى السيادات الوطنية يعني اليوم الوضع السوري كما نرى يعني علنا التوغل التركي والدولة العراقية اليوم تعيش وتعرف هذا التوغل القوات التركية دخلت إلى بعشيقة واستقراتوا برغم من بيان مجلس أمن ما تزال القوات التركية موجودة لكن لديك في الطرف الآخر أيضا هناك ميليشيات إيرانية مسلحة دخلت من إيران لحماية أو كما تقول لحماية الأماكن المقدسة ولكن يعني نرى دورها أكبر من ذلك يعني لم يعد دورها فقط حماية هذه المقدسات إذن السيادات عمليا سقطت فعليا في إطار هذه اللعبة لم تعود هناك سيادة ولذلك إذا ما ضغطت المملكة العربية السعودية وتركية ودعمت بكل الوسائل اللي قامت إقليم سني سيكون أمر طبيعي أن نتوقع ردا من هذا النوع تقديري الشخصي إذا ما مشي هذا السيناريو وهو سيناريو قاتل ومخيف التوقعاتي أنه إذا ما تحقق مثل هذا السيناريو أمر طبيعي أن سنرى رد فعل إيراني يقول ما دمتم تفرضون علينا تفكيك العراق وتعلننا هذا الإقليم السني ويعني تفرضون أمرا واقعا نحن نرد بطريقة أخرى هو إعلان إقليم شيعي في البصرة حدوده الإحصاء والقطيف السعوديون لديهم الرد جاهز وهم يعرفون في الحقيقة هذه النوايا سيردون بإشعال منطقة الخوزستان أو ما يسمى الأحواز منطقة الأحواز هي منطقة حساسة للغاية بالنسبة لإيران الجغرافية الإيرانية لو تأملنا فيها سنجد أن إيران على شكل هضبة في أسفل الهضبة كل المكمن النفطي أو الثروة النفطية لإيران في هذه الحالة ستدخل جماعات مسلحة أحوازية وتعلن الثورة أو العصيان قد يبدأ هذا بعمليات سلمية مظاهرات واستدامات مع الشرطة الإيرانية هل هناك بوادر لمثل هذا النوع؟ نعم هناك بوادر وأنا أظن يعني منطقة خوزستان مقبلة على الإشتعال يعني عاجلاً أم آجلاً وبالتالي في الحقيقة المنطقة ذاهبة إلى صدام أنا لست متفائل على إطلاق بأي إمكانية لتقارب إيراني سعودي أو تهديئة برغم كل المحاولات من الواضح الآن أن هناك قوة دولية تدفع المنطقة إلى الانفجار وإلى التفتت وإلى التمزق قوة أكبر من نعم أنا أعتقد أن الأمور تتسير باتجاه صدام شامل ويعني أنا أظن حتى يعني على مستوى الملف السوري يعني قد يبدو الآن هناك بوادر ومؤشرات على إمكانية إجراء حوار أو مفاوضات أو بداية حلول سلمية ولكنني ما زلت أعتقد أن الملف السوري غير قابل للحل مننا منذ الآن حتى يعني سنوات قليلة قادمة ولذلك يعني أنا متفائل يعني بشكل محدود للغاية ومتشائم بشكل كثير لحظات فقط ونعود إليكم موت كارلو الدولية في الموصل 88.1 FM نعود لكم وإلى الكاتب والمفكر العراقية الدكتور فاضل الربيعي بحسب ما سمعت أو ما فهمت من الجزء الأول من البرنامج أنت تتحدث عن شبه سايكس بيكو جديد في المنطقة ترى من المستفيد الأول من إعادة تقسيم المنطقة بهذه الطريقة دعيني أولا نتحدث عن سايكس بيكو رقم واحد عام 1917 يعني كانت القوى الدولية أو الضواري الإمبريالية التي تقاسمت العالم كانت تتوافق على وضع وثيقة عرفت فيما بعد باسم وثيقة سايكس بيكو في ديباجة هذه الوثيقة التي كتبت فعليا 1917 قبل مئة عام تقريبا تقول الديباجة أن هذه الاتفاقية ينتهي مفعولها بعد مئة عام الآن انتهى مفعول هذه الاتفاقية من ناحية القانونية يعني عقد الإيجار بين قوسين انتهى والآن تجديد العمل بهذه الاتفاقية من الواضح الآن أن الدول الإمبريالية والاستعمالية القديمة لا تريد التقسيم على الأسس القديمة التي جرت في سايكس بيكو رقم واحد تريد أسس جديدة ما هي الأسس الجديدة هذه الأسس تقوم يعني على التالي لسنا بحاجة إلى ضم بلدان أنه أعطيني فلسطين خذ سوريا أعطيك العراق خذ الأردن يعني كما جرى التبادل بين الفرنسيين والبريطانيين يعني في إحدى الوثائق الشهيرة من وثائق سايكس بيكو محضر اللقاء الذي جرى بين جورج لويد رئيس الوزراء البريطاني وكليمنسو رئيس الوزراء الفرنسي كما ترجمها محمد حسنين هيكل يقول كليمنسو لجورج لويد مستر لويد من الواضح أنك يعني حتى الآن غير راضا عن القسمة وخذ الموصل ولكن لويد كان لا يزال يعني وهو يعني يتلقى الهدية لا يزال متضايق فيقول له كليمنسو من الواضح أن الموصل يعني لم ترضيك خذ القدس إذن وهكذا كان يجري توزيع بلدان وشعوب وكهدايا نعم على طاولة يعني رئيسين بريطاني وفرنسي في سايكس بيكو الأولى نعم مصائر وأقدار هذه المنطقة ما يزال يعني التلاعب بها ممكن والآن بسايكس بيكو اثنين القسمة الجديدة المطلوبة هي أنه أنا لا أريد بلد بأكمله دعونا نقسم البلدان على أساس ثلاث يعني محاور كل ما هو ثروات يعني كل الثروات كل المواقع استراتيجية وكل مواقع النفوذ بمعنى أنه أنا قسم كل حقول الغاز والنفط كل الموانئ وكل المواقع استراتيجية عدا ذلك لستوا معنيا فيه يعني دعوه يعني أو تركوه ليتمزق يتفتت يذهب وفق هذا المبدأ الآن يبدو من الواضح أن هذه الدول الاستعمالية لم تتوافق على يعني على حصصها من من حقول الغاز والنفط والموانئ هل تدخل روسيا ضمن هذه الدول اليوم؟ الروس خارج هذه الصفقة ولكنهم يعني دخلوا كقوة دولية عظمة دخلوا في اللحظة التي بدأ فيها الأمريكان ينسحبون من المنطقة لاحظي أنه في عام 1967 بريطانيا انسحبت من الخليج في هذه اللحظة دخلت الولايات المتحدة الأمريكية بقوة إلى الخليج وإلى المنطقة وأصبح النفوذ من هذه السنوات يعني كبيرا يعني بمعنى أن الأمريكان استلموا المفاتيح المنطقة من البريطانيين وذهب البريطانيون منكفئين إلى بلدهم الآن حانت اللحظة بعد كل هذه السنوات أن يغادر الأمريكيون المنطقة ويتركوها للروس والأوروبيين الروس سيحلون محل الأمريكيان كقوة عظمة ولكن ضمن شراكة جديدة اقتصادية وسياسية مع الصين والأوروبيين الآن التقاسم لم يجر التوافق عليه لم تتحقق إمكانية للتفاهم إمكانية الذهاب لحرب عالمية تبدو مستحيلة وصعبة يتبقى الخيار الوحيد أمام كل هذه القواء هو حروب بالوكالة أن كل طرف إقليمي أو دولي يستخدم جماعات المحلية الصراع في الحقيقة هو يؤدي إلى نتائج لصالح دول كبرى ولذلك الآن حروب أهلية حروب أهلية بقيادة جماعات محلية مرتبطة بقوى إقليمية لكنها فعليا منخرطة بمحاور دولية ولهذا الآن هذه حروب الوكالة قبل شوي حكينا عن الإقليم السني الإقليم السني حاجة إقليمية ودولية إقليمية ودولية لأن الأنبار في حقيقة منطقة ثروات استراتيجية هائلة يعني فيها كميات هائلة جدا من المعادن وخصوصا اليورانيوم وكميات هائلة من الغاز والنفط ولذلك الصراع الآن فصل الأنبار تبدو يا صحراء جرداء الآن للناظر إليها ولكن القوى الغربية القوى الإمبريالية تعرف ولديها خرائط بالثروات المتروكة في باطن الأرض ولذلك الآن الحرص على إقليم سني هو ليس حبا بأهل السنة بل لتحويل هذا القطاع إلى دولة صغيرة قابلة للسيطرة عليها والمجيء بطبقة حاكمة يمكن التحكم بها وبالتالي السيطرة على ثرواتها وهكذا فيما يتعلق بالمواقع الأخرى سواء الموانئ أو المراكز النفوذة طيب السؤال هو إذا هذا السيناريو لم يتحقق وبقي الأقليم كما هو هل تتوقع مثلا عودة للتعايش السني الشيعي في المنطقة طوائف هل يمكن أن المستوى الطائفي المتصاعد حاليا أن ينخفض إلى حد ما وأن تعود الأمور كما كانت عليه قبل ثلاثين عام يعني للأسف أقول وبحزن أنه ليس في العراق بل بالمنطقة في الحقيقة يعني التمزق الوجداني وتمزق الهويات وهذا التشضي بالعواطف المذهبية والعرقية يعني خلق فجوات بمجتمعاتنا من الصعب معالجتها جروح وخدود يعني من الصعب يعني بعد الثورة العربية بعد سقوط الدولة التركية الدولة العثمانية كان هناك موجة شيوعية دخلت على المنطقة خففت من حدة التعايش الطائفي أو الديني اللي كان موجود قبل لكن هل تتوقع أن تدخل موجة جديدة ربما ليست شيوعية ربما نوع جديد من الفكر علماني فكر يعني لبرالي لبرالي أنا أعتقد الآن يعني أن المنطقة تتجه إلى يعني صراع حول خيارين الأمريكان يدفعون باتجاه يعني خيار التفكيك يعني كما تقول استراتيجيتهم وهذه الحقيقة فضيحة حتى في أروقة الأمم المتحدة أن الأمريكان قدموا مشروع مخطط لتحويل كل هذه البلدان إلى دول تدخل الأمم المتحدة بحيث تصبح المتحدة مؤلفة من أكثر من 550 دولة يعني تفكيك كل هذه البلدان ورأينا في الحقيقة تفكيك الاتحاد سوفيتي يعني تقليصة إلى روسيا وتفكيك جمهوريات سوفيتي السابقة ثم تفكيك غسلاجيا وتفكيك الدول الاشتراكية وبالتالي المنطقة أيضا مقبلة على نفس المصير من الممكن أيضا أنها يعني تفكك لكن الصراع الآن هو بين خيار الفيدراليات أو التقسيم نعم إذا يعني كنا يعني حسيني الحظ ربما سنذهب إلى الفيدراليات وهو الخيار الأفضل يعني الفيدرالية ضمن دولة موحدة شكليا هو أفضل من خيار الانفصال هذا في العراق فحسب في المنطقة أنا أظن في المنطقة بأكملها أن هناك خيار الآن هناك خياران المنطقة يعني تشاهد كيف يجري الصراع حولهم إما أن يعني تصير أقدارنا سيئة والمنطقة تفكك وتتشطى أو أن يجري توافق دولي على تحويل هذه البلدان إلى الفيدراليات ضمن دولات مركزية ضعيفة كيف نفهم مسألة الهجرة هذه العداد الكبيرة من الناس التي تهاجر نحو أوروبا هل هي عملية تهجير مبرمجة هل هي مدبرة أم هي هجرة عفوية بسبب ما يحدث في المنطقة هناك عدة تفسيرات عدة سيناريوهات لما يحدث حاليا من تهجير لطوائف معينة من إفراغ المنطقة من طوائف وأقليات معينة كيف تفهم ذلك كيف تنظر إليه يعني أولا هو في الأصل يعني المخطط هو مخطط تفكيك وتفتيت يعني البنى السكانية والعرقية والثقافية والجغرافية لهذه المنطقة التفكك بدأ يحدث في الحق والتصدع بدأ يحدث نعم اليوم يعني مسيحي العراقي يعني تقلصوا إلى نسبة مأساوية في الحقيقة صحيح وكذلك يعني مسيحية سورية ويعني يعني إلى حد ما يعني بسبب ظروف لبنان الآن يعني المعاشية بدأت هجرة من الكثير من الأسر والشباب المسيح الأقر لا يقتصر الآن فقط على المسيحيين يعني السوريين الآن معظمهم من السنة الذين يهاجرون ويتركون سوريا وحتى الشيعة نعم وحتى الشيعة صحيح وحتى الشيعة يعني هو قصد لا نتحدث يعني للأسف نتحدث بهذه المصطلحات نقصد أن التفكيخ طالت جميع الآن هل هل موجات التدفق هذه هل هي عفوية أم هي نتيجة تفاعلات يعني في الحقيقة هو يعني ما جرى هو نتيجة عاملين نتيجة العامل الأول هو يعني مخطط التفتيت والتقسيم الذي رأيناه والثاني هو التفاعلات والتداعيات الناجمة عن هذا المخطط وبالتالي يعني الآن يعني أتوقع أن موجات اللاجئين سوف تستمر نحو أوروبا بالمناسبة يعني الأوروبيين يواجهون هذه المشكلة ولكن هناك أوروبيين مستفيدين منها سأوضح هذا الأمر ألمانيا على سبيل المثال ألمانيا اليوم يعني نحن في 2016 عدد سكان ألمانيا 80 مليون الإحصائيات والتقديرات العلمية الألمانية تقول أنه خلال 20 عام ألمانيا بسبب تدني نسبة الولادة وازدياد المجتمع يعني كل عجائز تحول إلى 60 مليون سوف يهبط العدد سكان ألمانيا خلال 20 سنة القادمة يسبحون 60 مليون لكن التخطيط لألمانيا عصرية وصناعية ودولة متقدمة إلى 20 سنة القادمة تحتاج إلى 120 مليون مواطن بمعنى أن ألمانيا تحتاج 60 مليون مهاجر نعم ولذلك في الحقيقة ميركل سارعت إلى الضغط على الأوروبيين لاستقبال فقط ألمانيا تستقبل مليون صحيح حتى تتمكن ألمانيا من استيعاب هذا العدد الهائل من المهاجرين أي أن معدة ألمانيا تستطيع هضم هذه الوجبة الدسمة من المهاجرين كان ينبغي إيجاد ضوابط جديدة تفرمل أو تسيطر على هذه الكتلة السكانية الهائلة التي دخلت إلى ألمانيا لذلك أنا لدي شكوك أن الحادث الذي وقع في ليلة رأس السنة عندما هاجم أكثر من ألف لاجئ معظمهم من شمال أفريقيا هاجموا الصبايا والشابات الألمانيات ما عرف بالتوحش الجنسي أنا لدي شكوك أن هذه العملية قد تكون وراءها جهات تخطط لإعادة ضبط يعني إيقاع والقوانين والإجراءات لضبط هذه الكتلة السكانية تعرفين في ألمانيا هناك قوانين لا يمكن تخطيها والسيطرة على هذه الكتلة يتطلب يعني تخطي بعض القوانين نعم ألمانيا تحتاج لحادث يعطيها الشعبية والمبرر بحيث تضع قوانين أو تعدل على قوانين على قوانين صحيح ليمكن يعني ضبط هذه الأعداد الهائلة التي تدفقت وسوف تتدفق هناك سؤال بسبب ضيق الوقت بالنسبة لتنظيم داعش أو ما يسمى دولة الخلافة هل تتوقع أن هناك أن هذه الدولة ستستمر ستكون دولة فعلا كما يريد من زرعها في المنطقة أم أنها ستنتهي بعد هذه الحرب أو هذه قيادة التحالف التي تقودها أنا شخصيا منذ اليوم الأول السقوط الموصل يعني كتبت وتحدثت عن الرأي الذي يقول أن أنه سقطت الموصل بالداعش بقرار دولي ولن تعود للعراق وهذه كذوبة يعني يجري الحديث عن تحرير الموصل هذا جزء من التضليل والأكاذيب يعني هل يمكن أن نستيقظ في يوم الماء ونجد دولة الخلافة هذه دولة في الأمم المتحدة مثلا أنا أعتقد هذا صار أمر واقع كل النقاش الآن يجري بين القوى العظمى هو على حدود هذه الدولة وعلى يعني دفعها أن تنتقل من التوحش إلى أن تهدأ وتصبح دولة طبيعية دعيني أوضح الفكرة عام 1917 صدر وعد بالفور نعم بخصوص اليهود اليهود وإسرائيل وعطاهم أرض فلسطين 1947 كان اليهود سيطلون على فلسطين وأصدرت الأمم التحدي قرار تقسيم فلسطين يعني استغرق الأمر 30 سنة كانت فيها إسرائيل من 1917 حتى 1947 هي عبارة عن تنظيم متوحش بقيادة هاقانا وشتيرن عصابات كانت تقتل وتحرق القرى وتهجر وتبقى بطون الحوامل وهذه القصص المأساوية معروفة في فلسطين نعم يعني الموجة المتوحشة اليهودية احتاجت 30 سنة لتهدأ ثم تصبح دولة اسمها إسرائيل وهي عضو في الأمم المتحدة هذه الدولة أريد لها أن تكون دولة حاجز بين بلاد الشام ومصر تفصل الجغرافية الوطن العربي الآن بساكس بيكو جديدة بعد 100 عام تم اختراع داعش داعش هي بالضبط الوحش الذي خلقته الولايات المتحدة الأمريكية ليحتل كل حقول النفط والغاز والموانئ بالمنطقة ولاحظي الآن داعش في يدها كل تقريبا أهم حقول الغاز والنفط في المنطقة الممتدة من العراق فسوريا حتى سرط الليبية حتى عدن اليمنية أهم الموانئ أهم حقول الغاز والنفط بمعنى أن الولايات المتعلمية تريد وحشا تطلقه في هذه المناطق استراتيجية بحيث لا ينافسها أي أحد ولا يقترب أي أحد من هذه الحقول التي هي يعني تعتبرها ملكا لها والآن كل الأمر يجري هو التفاوض على يعني هذه حدود حدود هذه الدولة نعم ولذلك الآن أنا برأي أنه حتى لا تشعل أوهام عن إمكانية تعريل الموصل الداعش ستقيم دولة في الموصل هي إسرائيل ثانية ستكون حاجز جغرافي بين بلاد الشام وإيران وكما أشئت دولة يهودية ألقيت فيها كل نفايات أوروبا من اليهود سيجري خلق دولة إسلامية تلقى فيها كل نفايات المسلمين من أوروبا والآن أنا برأي هذا الظاهرة يعني ظاهرة التدفق الشباب المسلم القادم من أوروبا هي بداية لهجرات أكبر نحو دار الخلافة وبالتالي أوروبا تكون خلال مئة سنة قد تخلصت من اليهود ومن المسلمين على المدى البعيد وتبقي لديها ما تحتاجه من مهاجرين من نوعيات مختلفة من دول معينة ومن أديان معينة نعم دكتور فاضل الربيعي الكلام معك لا يمل ولكن بهذا نأتي إلى ختام فقرة حديث الساعة لهذا الأسبوع الكاتب والمفكر العراقي الدكتور فاضل الربيعي نشكرك جزيل الشكر على قبول الدعوة وكنت معنا اليوم في الساعة الخليجية شكرا جزيلا أهلا وسهلا بكم شكرا جزيلا لحظات فقط تفصلنا عن حديث الناس في حديث الناس نبحث ملفا شائكا فتحناه سابقا في الساعة الخليجية لكنه يزداد تعقيدا يوما بعد يوم هذا الملف هو أزمة الإعلام في السعودية يأتي ذلك بعد أن تعالت الأصوات مؤخرا في المملكة تشتكي غياب خطاب إعلامي خارجي قادر على تمثيلها هذا لا يعني بأن إعلام الداخل أفضل حالا ولكن دعونا نركز اليوم على الأسباب الحقية التي تقف خلف ضعف مستوى الإعلام السعودي خارجيا على الأقل مع ضيوفنا الكرام بداية معنا من الرياض الكاتب والمستشار الإعلامي أمجد المنيف وأيضا معنا الدكتور أحمد حليس الكاتب والأكاديمي السعودي أهلا وسهلا بكم أهلا بك أهلا بكم دكتور أمجد هل تسمعوني واضح السؤال نعم سؤالي لك في البداية أنت لاحظت ما تكتبه وسائل الإعلام الأجنبية عن المملكة مؤخرا هناك صورة ارتبطت صورة نمطية ارتبطت بالمملكة العربية السعودية خلال العامين الأخيرين في عدد كبير من وسائل الإعلام الأجنبية برأيك يعني ما هو سبب تشكل هذه الصورة بداية عند الحديث عن هذا الملف لابد من الإشارة إلى الجهد الدبلومات الذي تقوم في وزارة السعودية نتحدث في ظروف معقدة جدا سواء كان إقليميا أو عالميا هذه الجهود الاحترافية التي كما أراها من وجهة نظري يجب أن توزيها جهود إعلامية تواكب المرحلة تستجيب للمتغيرات وتكون بقدر الكفاءة والعمل والجهد المبدون لدينا إشكالية في البداية أن هناك تركيب على الإعلام بشكل دقيق ولكن نحن نتحدث عن العملية الاتصالية ككل التي يكون الإعلام أحد أدرعها هناك إشكالية فعلا في العمل الاتصالي الخارجي أعتقد أنه منطلق من عدة أسباب بواجهة نظري أو كما أعتقد أولا عدم موجود تفعيل العمل الإعلام الحقيقي من خلال سفارات المملكة في الخارج خاصة أنه معظم السفارات لم تكن كلها لديها ملاحظة في تمثيل الرسمي الموجود في هذه السفارات أنا أذكر فيما قال سابق أنه ما تقوم فيه السفارات يعني معظمها أو أغلبية يقوم على العمل الكلاسيكي التقليدي القائم على الخطوات الرسمية التقليدية التي تقوم بما توضيح بشكل تقليدي أو مداخلة بشكل تقليدي من خلال الظهور التلفزيوني أو ما شابه ولكن نحن ننتظر من هذه السفارات أو الذي يجب على هذه السفارات أن يكون هناك عمل ديناميكي حقيقي تواصل يعتمد على العمل التي باقي وليس ردة الفعل يكون هناك تواصل وهذا ما أوجد فجوة مع كثير من وسائل الإعلام مما يعني خلي نقول استدعب يعني يكون هناك مشكلة في الصورة الذهنية التي تحدثت عنها ولكن في المقابل وحتى نكون في المنتصف عندما نشير بعض الوسائل الإعلامية الغربية التي كنا نعتقد باستقلاليتها تماما اكتشفنا أنها تدار من خلال حملات مدفوعة أو مغرضة يمكن أنا أستشهد في بعض المؤسسسات الإعلامية التي تشير إلى بعض القضايا من خلال الأشياء الجمعية أو العمومية التي تخالف العمل المهني والقواعد الأكاديمية كذكر مثلا أنه عن أي قضي يقول وذكر مثلا المثقفون أو أكاديميون أو كتاب رأي هذا بشكل عام وعدم الإشارة إلى شخص بعينه وهذا يعني يخالف كل خطوط المهنية المعمول فيها عالميا طب أنا عندي سؤال قبل أن أنتقل إلى الدكتور أحمد ألا نتحمل أو ألا يتحمل تتحمل السعودية جزء من هذه المسؤولية يعني عندما تغلق حدود المملكة أو تكون المملكة مغلقة بهذا الشكل الصحفي الأجنبي غير قادر على الحصول على فيزة عمل السعودية من أجل التحرك ويعني تحرك بحرية لمشاهدة ما يجري على الأرض سوف بالتأكيد سوف يضطر إلى استخدام وسائل أخرى للوصول إلى المعلومة ومن أين سيأتي بهذه المعلومة لا أحد يعلم يعني ألا تتحمل المملكة جزء كبير من مسؤولية الصورة النمطية إعلاميا المنتشرة عنها في الخارج طبعا بالنسبة لتحمل جزء من الصورة أنا شرط في البداية لأنه هناك في مشكلة من خلال تواصل التفرات ولكن عندما نقول أن المملكة أغلقت أنا أعتقد نوعا ما هناك مبالغة في الوصف هنا أعتقد أنه لم يعد صعبا التواصل ربما هي كانت في مراحل سابقة لكن أتحدث الآن حاليا لم يعد صعبا التواصل بالنسبة للجهات العالمية إحنا يمكن لفنا بعيدين عن مقابلة مجلة الأكمة مع ولي ولي العهد عندما زارت في السعودية وقبله الكاتب توماس فريدمان فأعتقد الزيارة لم تعد لكن هناك أيضا يعني خط الإعلام الرقمية تستطيع في جميع الوسائل الإعلامية من أي مكان من التواصل للداخل السعودي والوصول لوجهة النظر ولكن هذا لا يعفي أو أنه لا يغيب وجود تقصير نحن نكر بهذا التقصير وتمنى أن يكون هناك عمل حقيقي أيضا هناك تقصير في العمل من خلال الحضور الرقمي ما يحدث في الحضور الرقمي وخاصة فيما يتعلق في السفارات هو يخاطب غالبا المتلقي الداخلي بينما ما يجب أن يكون هناك خطاب للمتلقي الخارجي أن يكون هناك حتى تفاعل مع المجتمعات بشكل أكبر سواء اجتماعيا ثقافيا أو بعض المناسبات الأخرى طيب نتقل إلى الدكتور أحمد أحليس دكتور هل تسمعوني الآن؟ نعم أسمعك نعم دكتور أنت درست في فرنسا وعشت فترة طويلة من حياتي وكنت تتابع لإعلام الفرنسي وتكتب كتبت مقالا أو اثنين في الصحف الفرنسية كان أخرها مقال في صحيفة الموند بعد أحداث باريس أحداث الثالث عشر من نوفمبر برأيك يعني هل هناك صورة فعلا نمطية مأخوذة عن السعودية ربما تكون يعني لا أدري كيف تقيم هذه الصورة ولكن هل هناك نمطية في هذه الصورة وهل هذه الصورة نشأت الآن أم أنها مستمرة منذ الحادي عشر من سبتمبر وربما يعني قبل هذا التاريخ نعم لعلي في البداية أشكرك أستاذا إيمان للاستضافة حقيقة ولعلي أبدى القول أن ما تشهد الحقيقة اليوم الساحل الإعلامي في فرنسا هو عبارة عن حملات إعلامية غير معتادة حقيقة مستهدافة قل ما أقول أنه مغرض وبيعا سياسي لا أغبر عليه ومختيار التوقيت سوى أكبر دليل على ذلك حيث يسمى زيارة الرئيس الإيراني أعتقد أننا نعيش حالا من الصدمة في الإعلام السعودي جراء هذا التصعيد عبد أستاذ إيمان أنا أرى أن من وجهة نظر الإعلام الغربي عموما والأوروبي على وجه الخصوص ما زالت لديه إشكاليات في فهم الثقافة الخليجية الخليجية ككل والسعودي على وجه الخصوص وما زال مرتبطا ارتباطا وثيقا أيضا بالدهنية الثقافية تجاه دول المنطقة بل أن الأمور تزداد قتامة وسوءا عند الحديث إذا كان إذا حصل حدث بطبيع سياسي كأحداث باريس في الثلاث عشر من نظمبر الذي خرط الأوراق حقيقة بشكل كبير وجعل من السهل مقارنة السلوكيات جماعة إرهابية كداعش التي لا تمثل الإسلام بصلاة ورطها بالسعودية بحكم خبرتي في المجتمع الفرنسي كما ذكرت مكتها فترة تجاوزة السبع سنوات ما زالت صورة العربي مرتبطة بالصورة النبطية تجاه العربي بشكل عام بحكم أن التاريخ قد لعب دورا مهمة في نشأتها حقيقة وعملت أيضا في مزال التدريب والتدريب لدى إحدى الشركات التدريب في باريس على مهارات في الموظفي الشركات الفرنسية ومن خلال ورش عمل مكثف تنتد أحيانا إلى ثلاثة أيام متواصلة أتلمست حقيقة وأدركت أن هناك دهلة كبيرة جدا بالمنطقة وصورة نمطية أقل ما أقول عنها أنها سالجة لا تتم حتى ننواقع بصلة استطعت أن أستشف بشكل مستفيد أيضا ضبيعة تلك التصورات التي تكتلفها أحيانا نوع من الغرائبية حقيقة يسوقها الفرنسيين تجاه المملكة ودول الخليج بشكل عام طيب الصورة النمطية هو موضوع آخر يعني لماذا تشكلت هو موضوع آخر ولكن أنا أتحدث هنا اليوم عن أزمة الخطاب الإعلامي السعودي منذ 11 سبتمبر أنا أقول منذ 11 سبتمبر هناك أزمة حقيقية هذا الخطاب غير قادر على تمثيل المواطن في الداخل قبل أن يمثله في الخارج يعني هناك غياب في موضوع التواصل حقيقة مع وسائل الإعلامي الغربية بشكل عام قد تكون وسائل الإعلامي الأمريكي أفضل بكثير يعني التواصل المملكة معها بحكم حقيقة أحيانا اللغة يعني لكن بالنسبة لفرنسا أتحدثنا عن فرنسا هناك غياب كبير جدا جدا حقيقة قد تساهم موضوع اللغة قد يكون حاجز يعني لوصول إلى وسائل الإعلامي الفرنسية لكن حقيقة أرى أن أن هناك تقصير إعلامي كبير يعني وعدم اكتراف من قبل الإعلام المحلي لما يقال ويحافظ ضد المملكة في الخارج خصوصا في فرنسا بالذات يعني وأرى أنه لا يوجد حقيقة خطوات للتأثير على الآلة الإعلامية الغربية التي تصلت علينا الضوء بمناسبة وبدون مناسبة دعيني حقيقة أقول أنه لا يوجد حتى تأثير لللخب السعودية والإعلامية على في الصحافة في المجتمع الفرنسي أو في الإعلام الفرنسي بالشكل العام لكن حقيقة أنا أشيد بمبادرات المبادرة الأخيرة لسفير خادم الحرمين الشريفين معني الدكتور خالد العنقري وأرى أنه يسير حقيقة في هذا الطريق بحكم الخبرة الطويلة كرجل دولة حيث تلمس أنه هناك يوجد لقاءات تعقاد وتواصل مع النخط سياسية وإعلامية في فرنسا فصراحة أرى أنه وأوجه له حقيقة الشكر الجزيل حيث دعاني شخصيا أنا وزميل آخر المشاركة في هدوى لأكاديمية باريس مثلا الجيو السياسي الأسبوع الماضي شارك فيها صحفيون وسياسيون وأكاديميون من فرنسا وحتى من إيران وكان لنا مشاركة فاعلة أوصلنا صوت المملكة وبعتنا بهسالة أننا لسنا أقل شأنا من الحاضرين ومتى ما وتيحت الفرصة لنا فحقيقة أنا أرى أن هناك قصور إعلامي كبير والوصول إلى النخب والوصول إلى الساحة الإعلامية في فرنسا أنا أتحدث عن فرنسا بشكل خاص لحظات فقط ونعود إليكم موتكارل الدولية في الدوحة 99.6 FM أستاذ أمجد أعود إليك وسؤالي هو يعني عن ضعف الخطاب الإعلامي خارجيا ألا يستند أساسا على ضعف هذا الخطاب داخليا يعني عندما تقوم صحف محلية بفبركة أخبار أو بكتابة مواضيع وترجمة مقالات يعني بشكل غير الشكل المكتوب فيه يعني في الخارج يعني ألا يعني يبدو بأن الإعلام السعودي غير واثق بالمواطن نفسه يعني يريد أن يقنع المواطن بما غير موجود من الأساس يعني كيف يمكن أن نحل هذه وتحل هذه المشكلة بالنسبة للإعلام الداخلي يختلف تماما عن الإعلام الخارجي هذا طبيعة أي إعلام يعني موجود في أي مكان في العالم ولكن عند الإشارة إعلام الداخلي أنا لا أعتقد بأنه الوصف دقيق في أنه هناك فبرك في الإعلام الداخلي ربما هناك أخطاء واجتهادات غير دقيقة أنا أتفق معك في هذا المجال قد تحدث أخطاء شأنها شأن أي أي مؤسسة إعلامية في أي مكان في العالم وقد تكون هناك إشكاليات ولكن ما يحدث الآن في الإعلام الداخلي أعتقد أنه يعني يتطوم بشكل متفارع لأنه هذا الأمر لم يعد أصلاً خياراً حتى للمؤسسات إعلامية بل ضرورة يعني تفرضها سواء المتغيرات المرحلية في المنطقة أو المتغيرات الاتفالية على وجه الخصوص أو حتى من خلال خيارات الأفراد أو المتلقين الأفراد الآن لديهم فضاء رحب من خلال الإعلام الرقمي هذا أولاً ومن خلال الشبكات الاجتماعية لديهم خيارات بشكل أكبر هناك دور مطلوب أكبر على المؤسسات العالمية الداخلية نعم ولكن يعني أنا تلاحظ أستاذ أمجد بأن ثقة بصحيفة رسمية أو بالتلفزيون الرسمية أو حتى بالتلفزيون غير رسمي ولكنه محسوب على المملكة أعتقد أنه الثقة هي شيء نستطيع أنه قياسه هذا أولاً ولكن بالنسبة للأخبار الدقيقة الرسمية أعتقد لا يستقل بالمؤسسات العالمية الرسينة خاصة بعدما يعني انتشرت بعض الأخبار التي كنتشف بعد فترة أنها غير صحيحة من خلال تويتر ومن خلال الشبكات الجسمائية على يعني على وجه العموم هنا عندما نتحدث يعني نكون في ذاوية التأثير والانتشار الانتشار قد يكون أكبر بالنسبة الشبكات الجسمائية ولكن التأثير شيء مختلف تماماً تأثير الثقة الأشياء هذه أيضاً هناك نقطة لا بد من إشارة إليها أنه معظم ما ينشر في في الإعلام الرقمي أو تحديداً في الشبكات الجسمائية في السعودية هو انعكاس لأخبار ومقالات هي منشورة في الصحافة الرسمية فمسألة الثقة أنا دائماً ضد الأحكام العشوائية أو التصنيفات العامة لا يمكن أنه نطلق من خلال انطباعة تقول والله أنا مثلاً أنا كمستخدم أقول أنه تويتر خلاص الناس يثقون في تويتر أكثر أو أنه أنا مش مستخدم تويتر أقول لا هي لابد تقوم على دراسات إحصائية دقيقة يعني قبل قبل الدراسات أستاذ أمجد أنت يعني إجاباتك جميلة لأنها مستفزة للعقل يعني قبل الإحصائيات إذا تحدثنا عن عداد المتابعين مثلاً إذا مسكنا حساب مثل حساب مشتهد لديه أكثر من مليون وثمانمائة ألف متابع أكثر من أي صحيفة سعودية رسمية كيف يمكن أن تفسر ذلك أول شيء أكثر من أي صحيفة رسمية غير دقيق هناك صحف لديها أكثر من مليون ثانياً بنفس المنطق هذا إذا كان هو أنا دائماً نقولك ولكن إذا ترين أنه هو المنطق أنا أقول لك اللي تابعون كيم كارديشن أكثر من 24 مليون هل كيم كارديشن أكثر تأثيراً من أوباما مثلاً هي أكثر من أوباما أكثر من واشنطن بوست أكثر من نيويورك تايم نعم كيم كارديشن تقدم مادة أخبارية من نوع آخر لا تعقد مقارنة من هذا النوع أستاذ أمجد عزيزي يعني مهمها إذا نحن نريد نقص على موضوع الأرقام هذه الأرقام الآن أنا أستطيع من خلال ثواني أفتح حساب وأضع فيه مليونين إلى ثلاثة مليون فمسألة الأرقام أصلاً غير موثوقة بل أنه تويتر إلى الآن لم توجد أي آلية حتى توضح المتابعات الحقيقية من المذيفة فأعتقد أنه ليس من المنطق لأنه نحتكم إلى عداد المتابعين فهذا أعتقد أنها نقطة لا توضح مدى مسألة الثقة من عدم فنسمع رأيي الدكتور أحمد لأنه النقطة مهمة جداً فنسمع رأيي الدكتور أحمد بهذا الموضوع تفضل دكتور والله أنا قد أختلف جزئياً مع ما ذكره الأستاذ أمجد خصوصاً فيما يتعلق بالصحافة أنا أرى أنه من الصعب حقيقة من الصعب الوصول حقيقة للصحافة السعودية يعني أنا شخصياً نشر في جريدة لومون يعني حقيقة لم يكن أنا مر بالشكل متوقع حقيقة لكن في النهاية وصلت ولأ أقفل أمجد أن في أكثر من المحاولة حاولت الوصول مثلاً لأكثر من الصحيفة السعودية لنشر مقال لم يتح لي الفرصة أبداً يعني وأحياناً كان أحياناً يرفض أيضاً يعني فأرى أنه حقيقة ما زلنا يعني هناك تآخر كبير يعني في الصحافة المحلية وقد أقول يعني أن هناك أيضاً قصور في المهنية الإعلامية حقيقة عندما يعني تتعرض إحدى الصحف ويعني أنا أعتقد أنه صقبة إعلامية كبيرة عندما تتعرض صحيفة وتذكر خبر مغاير تماماً لما نشهده في الخارج فأنا أعتقد أن هذا يعني كارثة بمعنى الكلمة حقيقة يعني ليس خط عادي كما ذكر أبداً أبداً صراحة أنا أعتبرها كارثة إعلامية بمعنى الكلمة وذلك أستاذ إيمان ليست صحيفة واحدة كانت أكثر من صحيفة وأيضاً صحفة إكترونية مرموقة جداً وكتاب مقالات أيضاً وكتاب مقالات فهذا الغريب يعني حقيقة أنا أعتبرها سقطة إعلامية لم يصلت عليها الضوء كثيراً للأسف يعني فالمفترض حقيقة تحري مثل هذه الأخبار ومتابعتها بشكل دقيق فنحن نعيش في فضاء مفتوح أعتقد من الصعب جداً تغييب أو تفطيح بمعنى القارع العربي السعودي حقيقة يعني فللأسف المصيبة الأكبر السليمان أن ما زال هناك وإلى الآن وحتى اللحظة من انطلت عليه هذه الأمور ويعتقد بالشكل جازم أن الصحف العالمية تتحدث عنها بحين أن أنا أرى صراحة في الأيام الأخيرة الثلاثة الماضية كان هناك حملة غير مسبوقة لم أشهدها حقيقة في حياتي في فرنسا ضد المملكة لكن للأسف هنا في الإعلام لا يصلط عليها الضوء إطلاقاً نعم إذن هو مجتمع كما ذكرت إحدى المجلات الفرنسية هذا الأسبوع مجتمع غير قابل للاختراق ومجتمع غير قابل للإنفتاح على الآخر أليس كذلك نعم والله هنا أنا قد أختلف قليلاً أستاذ إيمان أنا شخصياً وبحكم يعني إجادة اللغة الفرنسية استقبلت الكثير من الإعلاميين هنا في فرق في السعودية قبل أسبوعين زارني مذيعاً في راديو فرنسا الدولي والتقى بي في الجامعة والتقى بي طلابي أيضاً وحقيقةً أنا أرى أن المملكة تفتح بوابها للإعلامي بشكل عام في فرنسا وقارج فرنسا وبالعكس أن تتيح لهم الفرصة لزيارة الأكثر لماكن التي يرامون في زيارتها والتحدث إلى جميع الأشخاص يعني سواء النخار والأكاديميين أو حتى المواطن العادي يعني لكن الإشكالية وهذا أنا أعتقد أنه أيضاً يصب في خانة النقصة المهنية الإعلامية من ناحية من الصحفيين الفرنسيين للأسف أن يعني ليس كل الصحفيين الفرنسيين يحظون بهذه الفرصة يعني لديك مراسل صحيفة لوفيقارو جورج مالبونو لحد الآن يعني يعني يريد دخول المملكة ولكن يبدو أنه من الصعب عليها الحصول على فيزا بسبب ما تعتبره المملكة أنه محسوب على جبهة الممانعة وجبهة بشر الأسف والله أنا مثلاً أنا أعطيك على سبيل المثال القناة أختي أختي أتت إلى هنا قبل تقريباً سنوات يعني كنت موجود وعملوا الريبرتاج كان الهدف منه أنه إضاح صورة المملكة الحقيقية لا أردنا يعني كان هناك هدف من خلال التقائي بالإعلاميين في القناة أن ننقل صورة صورة حقيقية لما يجري على أرض الواقع في المملكة أنا شخصياً شاركت في هذا الريبرتاج وتحدثت على المملكة وعن سياسة المملكة وهذا لكن للأسف لم يتم استشهاد بحديثي فكان حقيقة ليس أنا فقط أغلب الأشخاص الذين يتكلموا بحقيقة وبصدق عن المملكة فكان الريبرتاج سلبي للغاية وحتى أيضاً جل التكريس للصور النمطية الشاعر يعني الصحف الفرنسي عندما يأتي إلى المملكة يأتي وفي أجنداته صور لمطية معينة وتهم ويريد فقط تأكيدها على أرض الواقع بشكل مغاير للحقيق وهذا الخطر الكبير ربما يجب أن نكون نحيادين نوعاً ما لا يمكن اتهم الصحفي بأنه لديه أشياء يريد أن يثبتها ولو حتى بالفبركة غير صحيح يعني لا يمكن أن نتهم صحفيين بذلك دون أن نشهد على ذلك بشكل وخاصة الصحافة الغربية تعتمد الحياد إلى حد كبير ولكن مع ذلك هناك طبعاً تحفظات نعود إلى الأستاذ أمجد الآن أستاذ أمجد يعني أتيحت الفرصة لتوماس فريدمان وهو صحفي أمريكي كان معادي بشكل كبير للمملكة في مقالته في صحيفة نيويورك تايمز على ما أذكر ولكن جاء وزار المملكة وكتب مقالاً ربما متوازن إلى حد ما بعد زيارته الأخيرة إلى المملكة هل تتوقع بأنه قد تغيرت الصورة النمطية لدى توماس فريدمان عندما زار المملكة هل هل شعر بشيء معين هل أم أنها مجرد يعني مجاملة إعلامية بعد أن أتيحت له هذه الفرصة أنت قبل قليل يعني تستشهدين بمهنية الصحف الغربي والآن تقولين أنه يجامل فأعتقد أنه هذا شيء تناقب ولكن هنا نتحدث أنه لا أعتقد أنه واحد بمثل يعني ما كانت توماس فريدمان يضطر أنه هو اليجامل دولة أي أن كانت الدولة توماس فريدمان عندما حضر زار عدة أماكن التقى بولي ولي العهد التقى بمجموعة من الشباب قدم محاضرة تحدث إليهم تحدث إليهم مباشرة تحدث بشكل مباشر للأشخاص وليس فقط خلينا نقول تمثيل رسمي نعم يعني توماس فريدمان الآن يعني ذهب إلى السعودية منذ وقت يعني الآن هل تغيرت لغته الخطابية هل تابعت مقالاته ربما أنا لا أتابعها بشكل دوري ولكن كيف تقيم أنت لغته الخطابية بعد أن زار المملكة توماس فريدمان لا يكتب فقط عن المملكة توماس فريدمان يكتب في مواضيع مخفى عندما نتحدث عن مثلا المقالات التي كتبها عن المملكة كانت يعني على الأقل أشار إلى ما وجد مو بالضرورة أن نقول أنه أشار بشكل إيجابي أو سلبي نحن نتحدث إلى أنه نقل الحقيقة كما رآها في سعودية أعتقد أنه أنا تحدث في السنوات الأخيرة هي مرحبة تماما لأي زيارات لأي تفاعل حقيقي هذا الأمر نراه يعني الامر الثاني وهذا الذي أنا أعرج عليه ودائما أقول أنه شيء مهم أنه التواصل حتى الرقم يصبح سهل جدا حتى المؤسسات العالمية قادرة على قياس الأتتيود من خلال ما مشر في الشبكات الاجتماعية قادرة على أنه التحليل قادرة على إيجاد أشياء كثيرة فلم يعود الأمر بالنسبة لهم غير قابل للوصول أو غير قابل لمعرفة المعلومة كلمة أخيرة دكتور أحمد وبالحظات فقط حقيقة أتمنى في الإعلام المحلي النظر بحقيقة لخطورة الأمر يعني الأمر ليس أمرا مهيلا حقيقة يجب من الصحف العربية السعودية على وجه خصوص المساهمة أكبر في التأثير في الوساطة الغربية ولو أتيح الأمر أيضا الكتابة والتواصل مع العالم الغربي أنا حقيقة الأعلام الغربي لا يرفض المساهمة لكن لا يجد أحيانا من يساهم نعم دكتور أحمد حليس الكاتب والأكاديمي السعودي وأيضا الأستاذ أمجد المنيف الكاتب والمستشار الإعلامي شكرا جزيلا لكم أعزائي المستمعين وصلنا إلى نهاية حلقة الساعة الخليجية كانت معكم إيمان الحمود وإلى اللقاء ساعة خليجية